أهلا بكم جميعا أتمنى أن تكونوا في صحة جيدة سنتكلم اليوم عن أسهل وأفضل طريقة تسفر بها لكندا في 2023 هذه الطريقة مناسبة لجميع الأشخاص المهتمين بالسفر والعيش في كندا وخاصة للناس للا تملك لمؤهلات دراسية عالية وللناس للا تملك مهنة ولتجيد اللغة بالمختصر أنت لا تملك أي مهنة أو مؤهل دراسي يسمح لك تقدم به وتسفر لكندا ولتملك لغة أو خبرة تقدر تقدم على الوظائف لسنتكلم عنها اليوم لأنها لا تطلب منك هذه الشروط إطلاقا حتى الناس لمعها ديبلوميت ومؤهلات ولم تجد عقد عمل حتى تسفر به الكندا فأيضا يمكنها التقديم على هذه الوظائف ولما تصل لكندا تبحث عن مهنتها الأصلية حتى إذا أنت تريد الدراسة في كندا يمكنك التقديم على هذه الوظائف ولما تصل إلى كندا تبحث عن معهد أو جمعة وتكمل دراستك بالمختصر أنا تكلمت تقريبا على كل برامج الهجرة إلى كندا هذا العام لكن لاحظت أن هذه البرامج تطلب عدة شروط وهذه الشروط مع الأسف لا تتوفر في كل الأشخاص لذلك أخذ قرار أني أبحث عن أسهل الطرق للسفر إلى كندا والتي لا تطلب الكثير من الشروط حتى أنت تقدر تقدم عليها وحتى إذا هذه الوظائف لم تعجبك ومستويك أعلى منها تقدر تجعلها محطة عبورك الكندا ولما تصل هناك عندك أكثر من طريقة حتى تقيم في كندا بشكل قانوني سنتكلم اليوم عن الهجرة إلى كندا عن طريق العمل في عدة مهن مختلفة كالعمل في مجال التنظيف يعني وظيفة منظف مدبر منزل منظف سكني وغيرها عامل مستودع كتفريغ البذائع وتعبئتها سوى في قطار أو شاحنة وهكذا العمل في مجال الزراعة وكلكم يعرف هذا النوع من العمل كل هذه المجالات لا تطلب منك شروط صعبة وتقدر تقدم وتسافر من خلالها وأنا سأشرح لكم طرق التقديم وكيفية الحصول على عقد عمل بأسهل طريقة في هذه الوظائف اعمل لايك للفيديو وإذا كنت جديد في القناة اشترك وفعل زر الجرس حتى يسلك كل جديد أول بأول كما تشاهدون أمامكم من موقع جلاس دور هذا الموقع للناس لما تعرفوش جلاس دور من أفضل موقع التوظيف لتنشر فيها الكثير من الشركات فرص التوظيف وفرق كبير بين موقع جلاس دور وبقية موقع التوظيف الأخرى ما هو هذا الفرق؟ أولا هذا الموقع ستجد عليه تعليقات أو وجهة نظر للأشخاص لتقدموا على وظائف في مجال عملك يعني الأشخاص لعملوا مقابلة أو انترفيو يقوموا بنشر وجهة نظرهم أو تعليقاتهم على هذه المقابلة خاصة مع الشركة لأنت ستقوم بتقديم عليها ثانيا هذا الموقع ينشر لك كل الأخبار وآخر التطورات في الشركة لستقوم بتقديم عليها في آخر ست أشهر ثالث ميزة هذا الموقع ينشر الكثير من الوظائف لأفضل وأكبر الشركات الكندية حسنا نبدأ بأول قطاع وهو قطاع التنظيف داخل كندا يشمل هذا القطاع التنظيف بصفة عامة مثل تنظيف المنازل تنظيف المؤسسات أو الشركات تنظيف المنتجعات والأماكن الكبرى وهكذا أفضل ميزة في هذا القطاع أن أغلبية الشركات الكندية تقدم لك تدريب كامل أو الوصول إلى كندا أيضا هذا القطاع متاح للنساء والرجال كما تشاهدون أمامكم منظف مدبر سكن منظف سكني أنت تدخل هنا وتقدم على الوظيفة لتراها مناسبة لك من حيث الراتب مكان العمل نوع العمل ونقطة مهمة أريد التكلم عنها هذا الموقع ينشر يوميا في فرص عمل يعني مثلا أنت شاهدت الفيديو بعد يومين من تنزيله لما تدخل هنا ستجد قائمة وظائف جديدة ستظهر لك دائما الوظائف لنشرها الموقع حديثا حسنا ندخل على أي وظيفة حتى أشرح لكم طريقة التقديم حسنا ستجد هنا الراتب طبعا كل وظيفة والراتب الخاص بها تضغط على أظهر المزيد سيفتح لك كل المعلومات الخاصة بهذه الوظيفة الامتيازات الشروط المهام لسيقوم بها المتقدم أنت طبعا لما تدخل على أي وظيفة تراجع كل المعلومات الخاصة بها وفي الأسول ستجد الميزة لإخبارتكم بها وهي كل الأخبار وآخر التطورات في الشركة في آخر 6 أشهر وكذلك ستجد تعليقات ووجهة نظر الأشخاص اللي قاموا بعمل مقابلة مع هذه الشركة أنت طبعا لما تدخل على أي وظيفة تراجع كل الشروط الخاصة بها وإذا الوظيفة مناسبة لك تعود للأعلى وتضغط على تطبيق أو أبلاي سيفتح لك هكذا تضع الاسم الأول واسم العائلة والبريد الإلكتروني من بعد تضغط هنا على تغيير الدولة وتضع البلد المقيم فيه ستجد كل الدول الموجودة تختار بلدك من بعد تضع المدينة والولاية أو المقاطعة المقيم فيها من بعد تضغط على يكمل ستفتح لك هذي الصفحة سيطلب منك وضع السيرة الذاتية السيفي الخاص بك تضغط على تحميل وترفع السيفي هنا طبعا السيفي الخاص بك يكون على الطريقة الكندية ومن بعد تضغط عليه يكمل ستفتح لك هكذا هذي الصفحة موجود فيها أسئلة من صاحب العمل ملاحظة مهمة جدا أنت لما تقدم على وظيفة أخرى يمكن أن تجد أسئلة مختلفة يعني أسئلة مختلفة عن هذي الأسئلة بالمختصر لن تجد نوعية هذي الأسئلة في كل الوظائف حسنا أول سؤال هنا كم عدد سنوة الخبرة في التدبير المنزلي يا جماعة نقطة مهمة هذي الوظيفة تطلب خبرة لكن الوظائف للا يوجد فيهم شرط الخبرة لن تجد فيها هذي السؤال لذلك أنا نقول لكم قدموا على الوظائف المناسبة لكم حسنا نضع السفر خبرة يعني لا أملك خبرة هل ستكون قادرة على التنقل بشكل موثوق أو الانتقال للقيام بهذه الوظيفة تضع نعم لكني أحتاج إلى مساعدة في الانتقال ونضغط عليه يكمل حسنا هذه الصفحة خاصة بالخبرة ذات سيلة يعني إذا معك خبرة ذات سيلة بالوظيفة هذه تضعها طبعا هذا اختياري يمكن أن تجيب عنها أو ليه أنا سأتركها كما هي نضغط عليه يكمل هنا إذا معك أي مستندات أخرى تريد رفعها نضغط على راجعة طلب ستفتح لك كل المعلومات لوضعتها ننزل للأسفل ونضغط عليه تقديم الطلب وهكذا أنت تقدمت على الوظيفة بشكل رسمي بالنسبة لعملية تقديم على كل الوظائف نفسها ستجد بعض التغييرات في بعض الأسئلة لكن الطريقة بصفة عامة هي كذا هذا كان كل شي بالنسبة لقطاع التنظيف ستجد رابط قائمة الوظائف في صندوق التعليقات تدخل له وتقدم على الوظائف لتتماشى معك حتى نكون سريح معكم هناك وظائف تطلب خبرة وهناك وظائف تقدم تدريب أو الوصول إلى كندا هناك وظائف الراتب فيها قوي وهناك وظائف الراتب فيها ضعيف أنت أدخل على الرابط لتركته لك في أول تعليق وقدم على الوظائف المناسبة لك حسنا نذهب لثاني قطاع عنا وهو العمل في المستودعات يشمل هذا القطاع تعبئة وتفريغ البضاء من المقترات والمخازن ويشمل أيضا أنشطة أخرى لكن أحنا لهمنا اليوم هو عامل مستودع عادي يقوم بتفريغ وتعبئة البضاء أفضل ميزة في هذا المجال أنه في الغالب لا يطلب خبرة أو مؤهل دراسي ويقدر أي شخص يقدم عليه المهم يكون قادر على رفع أوزين ثقيلة تصل إلى 50 رتل ثاني ميزة في هذا المجال الراتب الحد الأدنى من الراتب في هذا المجال 25 دولار في الساعة أنت متخيل معي حجم الراتب مقابل هذا العمل ثالث ميزة في هذا المجال أنه هناك وظائف بدوام جزئي يعني حتى إذا أنت تفكر أنك تدرس في كندا أو تقوم بنشاط آخر تقدر تقدم على وظائف بدوام جزئي وفي نفس الوقت تدرس أو تشغل في مجال آخر حسنا كما تشاهدون أمامكم قائمة الوظائف المتاحة حاليا عامل مستودع عامل مستودع مشارك أنت تدخل على رابط هذه الصفحة ستجدها في صندوق التعليقات وتبحث عن الوظيفة المناسبة لك ونفس الشيء لما تجد الوظيفة المناسبة لك تضغط على أبلاي أو تقديم وبالنسبة لعملية التقديم مشابهة تماما لعملية التقديم لشرحتها سيطلب منك وضع معلوماتك الشخصية والسي في الخاص بيك وتقوم بالتقديم وطبعا يمكنك التقديم على أي وظيفة عادي جدا حسنا نذهب لثالث قطاع عنا وهو قطاع الزراعة يا جماعة أنا تكلمت في أكثر من فيديو عن هذا القطاع حتى أني تكلمت عنه في الفيديو الخاص بأفضل الوظائف المطلوبة في كندا واحد فيكم يقول لي لماذا هذا القطاع مطلوب كثيرا في كندا لأنه ببساطة كندا دولة زراعية وواحدة من أكبر المنتجين والمسدرين للمنتجات الزراعية في العالم لكن القطاع الزراعي في كندا يعاني من نقص حات في العمالة لأن الكنديين بصفة عامة لا يشتغلوا في الوظائف الزراعية حتى الناس التي تهجر الكندا لا تشتغل في هذه الوظائف وحتى إذا شخص سافر عن طريق العمل في المزارع لما يصل هناك يبحث عن وظيفة حسب تخصصه لذلك القطاع الزراعي من أكثر القطاعات المطلوبة حاليا في كندا أفضل الميزة في هذا المجال أنه لا يطلب خبرة أو مؤهلية دراسية ويقدر أي شخص يقدم عليه كما تشاهدون أمامكم قائمة الوظائف المطلوبة في مجال الزراعة عام المزرعة مساعد مزرعة نفس الشيء يوجد وظائف بدوام جزء وبدوام كامل الحد الأدنى لرواة بـ 23 دولار في الساعة أنت تدخل على هذه الصفحة وتبحث عن الوظيفة المناسبة لك من حيث الراتب مكان الإقامة ونوع العمل من بعد تضغط على تقدم أو أبلاي وتقوم بتقديم بالنسبة لعملية التقديم هي نفس طريقة التقديم اللي شرحتها في أول الفيديو سيطلب منك وضع معلوماتك الشخصية والسي في الخاص بك وآخر مرحلة تضغط عليه تقديم تجدون رابط صفحة قائمة الوظائف المطلوبة في مجال الزراعة في صندوق التعليقات هذا كان كل شيء في فيديو اليوم في الأيام القادمة سأنشر الكثير من فرص العمل في هذه المجالات وفي أكثر من دولة سيتكلم عن أمريكا بريطانيا ودول أوروبا وإن شاء الله الجميع يستفيد من سلسلة الهجرة هذه وتكون سبب في قبوله وسفره للدولة المهتم بها لا تنسى دعمي بلايك ومشاركة الفيديو مع أصحابك المهتمين بالسفر والهجرة إلى كندا حظ موفق